باستورة على اي فم احلى راديو الفين واربع عشرين اللي وفق تسعتاش شوال اربعتاش مياه وخمسة واربعين من هجرتي مله العزو الشرف نهار جديد اخر ايام اللي كانت اه ان شاء الله تكونوا اللي كانت اذا عديته في في راحة واستجمام ان شاء الله اه معناه اليوم بتباعة نعرف اللي عادة ان هالحد اه انتفقدوا الدروس الصغيرة ونشوفوش نقصهم وبيتلبانوا تستنى معناها اه طواب يتلبانوا اما قبل برشة ناس كان القصعة والصل والمسخون وحسينوا والحمام يستنى كيف كيف اه تحضيرها تمتعها الاسبوع الداخل ان شاء الله اللي ان شاء الله زادها كيف كيف تعديه اسبوع اه سعيد ومبروك وكله نشاطه حيوية نحب نصبح على خليل اي خليل منش غالط منش غالط يوم احد حد اما خليل قدامي قاعد هو يقود في السفينة غريبة تقولوا يا اه اشصار في الدنيا خليل فرحان فرحان وزاهي واوزانج معناها اه ديار اه هكا نغزوله قاعدة مش على الكرسي قاعدة على اسحابه فما اسحاب هكا اسحاب هكا اسحاب هكا عبيض هو قاعد يفلوت فلوت على اسحاب هده يا شيخ عامل كيف زرص الاقل بينة وان كان هو ما تطلعش زرص الاقل حتى لتويقة اه زرص الاقل بينة مضحك وبالطبيعه ما دم ياسمين بجنبه مش يضحك باركا يضحك ويزيد يضحك وذوع ويبعه بطبيعة ما لا تدخل هي بياسمين كما تعرف اينما تحلوا تحلوا البهجة معاها والفرحة والزهو اسمع سميوا ابنتكم ياسمين كما هي اللي استنى في غشيرة يسميها ياسمين تطلع له ان شاء الله تطلع ياسمين كما بنتنا كاي زينة في ذاتها وزينة في صيفاتها كيف كيف صوفيان قاعد في التركين قاعد في التركين سليمه شبيني على صوفيان انا كل مرة قاعد في التركين مخبي 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 يوجه غضبان ما نعرش عليش غضبان رغم اليوم مفروض يكون فرحان خاطئ قال لك ماشي الامريكيا ماشي الولايات المتحدة الامريكية اي عام جاي عام خمسة عشرين مشتوى اصبر شوية يا سليم مي نعرف اي احمر واصفر وكل اما اصبر شوية عام جاي الفين وخمسة عشرين اوكا قالوا لي هكا قالوا لي البارح انا ما نعرش عليكم اما قالوا لي الفين وخمسة عشرين هيفا بتبيعك العادة كي تقدم الاخبار لكن اليوم انا سعيد وفرحان ومسرور ولي كذلكم الصفات وذلكم كلها بخلاف هالمحيط انتاعي اللي يدخل البهجة عالقلب اني راسي راس اه شريكتي مو المالتي وشريكو وين يظل انا المالتي وهي شريك منعش ولا هي المالتي وانا شريك منعش علي كل حال احنا مناش قاسمين اليوم راس اراس في الميكرو انا وجهان سباح الخير ستورة سباح النور للي يسمعوا فينا الكل يظهر لي بس هام البرح سمعنا سمعنا كيف نحكي وفهمنا وقت اللي حكينا على الكالم والهدوء اذاك عليش قرر اليوم يصبح كالم هو ولا ومش بشي جي اياه خطروا كيف يجي يعمل هكا يدخلها بعضها شوشرة شوشرة ما غشير ما غشير صغير اليوم ما خليناه سربناه الخشخاش من البرح في الليل غليت له برات خشخاش هيدا كبرو هكيه فانتوش وسقيتو الخشخاش فصبح ريقد قاعد على روحه نهر حدي عاديه في الدار معانتو ما مجيبوا الجايبوا من هنا يجيب يقلب مسكين من بنزرت فقال نرتاح فاحنا ارتحنا منو زيدا خلي هكاكة خلي هو يرتاح واحنا نرتاحه واستاذ المستمعين يرتاحوا زيدا خلي نحبهم يرتاحوا خاصة هم اغاني اللي نختاروهم ان شاء الله سحيلا تنال رضاهم طوى واحنا جايين السايق بتاع تاكسيل اللي جابنا قال لي حطنا اغناية زمنية واقديمة وخاكة من حكاية والله اه احنا نحطو كان في الزمنية واقديمة هكا العام هكا العام كان عندي برنامج في ذات شباب اسمه مية سنة لكلها اغناء هاي عملنا قرن دينا الف وتسعمية وقتها مع زميلتي هندل عسكري تحية لها اه من الف وتسعمية حتى الالفين وقتها عام الفين وواحد وقتها كيف عندي توا عاد عمام كل كل بحثة بعشرية عشرة سنين وصار في يوم شكل الاصوات وكذا عاد بتاع في ذات شباب عادة تان دي ما اغاني خفيفة وقتها اه اه احنا من حظروا في الدخلين الحلقة الاولانية واحد من الزملاء قال شنو مش تحكيونا على الشيخ العفريدة قاتلوا هندل الاسكي شيخ العفريدة هيب هوب بالنسبة التي مشل عكيونا عليهم معنا سوري معنا جديد توا 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 شيخ العفري ما وب إلي احنا مش ن رجال واحدة على زادا يبدو هيффة اكثر من هكا اغانو زمنيا عدي cm تهاب اغاني عدينا معنا على اغاني اين اعونة الملوف. معناه على كل حال نحاولوا نعديو اغاني زمنين ان شاء الله عندها مستمعيها. اكيد. بتبع فما نسمي تعجبهمش لكن عندها مستمعيها. وعندها الجمهور انتحر نحنا نحاولوا جمهورة زي. ما احنا نعديو فيهم الصباح زي ده. الصباح ولي. شنو مش نسمعه هيب هوب. اي عليش لي. عليش لي. نجمو نجمو اللي يحبها اللي يحكل واحد وزوقوا على كل حال. احنا مش نبداولة مش نبداولة. محمد قنديل تحبو? مطرب محمد قنديل. اي نسمع له اغاني. مش نسمعك اغنية صباحية محمد قنديل. اسمها نهارنا فل. اي. اش 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 اسهل منهاك. اي عدم. ان شاء الله نهار نسل كل فل. ايمين يا ربي. انتو متاسمو في معستورة. على ايافام احلى راديو. ايافام احلى راديو. لقب الحق اليوم جمعاه فارهم يلعب على السكر. اي اي. زهين وشيخين لعم هذا الكل من اللي فيه متعودت البارح اكيد اكيد الكورة عندها 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 منعكي لكش قداش عندها ايفي على العباد وكل شاي ذاك عليش معناها في البلبي وبالخايب معناها داكو تايه من هنا هنا بالبي جرب كله كلمة تاكاد عطار شوف كيف هي يدوان ويزرق ويصار وليماف مش حكاية على كل حال احنا شلزنا لهذا الكله هيت نمشي وكلمة خير مع جهان اي كلمة خير اليوم ستورة مكتعرفني انا نحكي كان الحاجة اللي شافتها حكا في بلبي اللي شافتها عيني ايوه البارح التقس كان مزيين على اللخر شرق بالحق بالحق العشية شميسة محليها شميسة محليها وكل قلنا هيا نخرجو نعملو دورة ونتعشيو البرة صح يعطيك صحة عايشك حاسي لو بعد ما كملنا تعشينا فاتو ما راضية ولا مش راضية ليه راضية ايه حمدونا سعد بارك خطان عافا ما ترضاش فيسا فيسا ايوان بعد ما كملنا قلنا انت عاديو اني اخذو كورنويت غلاس ايش بي مفابس حتى الاني سفا اخذينا الغلاس وخرجنا بش ناكلوه البر فما توولو كريسي قعدنا وين هاكايا ننظر ماني دي ما نثبت نشوف نلقاشي حاجة بطبط تدس على خلق ربي ايه نعرفها نعرفها ياخي افكتيف من القيت ماتيار بش نحكي عليها اليوم ان شاء الله خي القيت فما عيلا قاعدة تاكل في الجلاس صحة وفرحة صحة وفرحة بتبعها والكريسي موجودين والتوي والموجودين وراهم التفلة بالواقفة قاعدة تاكل في جلاس بالواقفة اه مش قاعدة معهم على الطاولة بغطان الطاولة مزال ترفع والكريسي موجودين وحتى كان مش موجودين فما الكريسي اللجم تجيب والتقدم الكريسي مزالوا موجودين من هاي اتها التفلة ذهرة لي هي معينة منزلية امين فهمت لي هي معينة منزلية وصغيرة في العمر اول حاجة صغيرة في العمر بالحق ساخفتني معنا صغيرة صغيرة مزالت صغيرة معنا ان ديدها مزالوا رمي قراء ويمكن كوليج ولا كوليج والله حتى الليسين كل ما تعمل كاعة 13-14-12 صغيرة بالحق قلب يوجعني والله وثاني حاجة أبغلع مر عليش مش قاعدة معاكم في الطاولة توما خارجين عائلة وهي معاكم وظاهرة معناها كوشانت معناها تقعد تبيت معاهم وكل عليش ميش قاعدة معاهم معناها بالحق قلت عيش هم يقعدوا ويكلوا قاعدين وهي تاكو 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 التعالي في التعامل هذية بالحق مع المعينات المنزلية في بيلي معناها سيبون حكاية خذت وقتها قبل وتعديت واندثرت ومشيت على روحها يا أخي يستفغي كل معناها ما زالت فم عبيد تتعامل بالطريقة هذية وما زالت فم عبيد تخدم عندها بنات صغار وتتصرف معاهم بالطريقة هذية وإنا شفت بارشة فيديوهات معناها يعرضوني نشوفهم الصغير يبدأ متعلق بالفام دوميناج ولا بالبيبي سيتر نمعه في الدار أكثر من أمه وتبدأ أمه هي اللي تبدأ تصور في الفيديو وتقول شوفوا كيفاش معناها ماشي معا النون تاعه ونحبش يجيني لي أنا والأم تبدأ معناها تصور في الفيديو وهي تضحك وهي في الأصل اللي حكاية تبكي ما هيش تضحك معناها أنت كيفاش صغيرك معناها في عودي يتعلق بك أنت ويعرفك كين أنت قدام عينيك وترا فيه لي هو متعلق بمرأة أخرى معناها وفيك سا أنت ما كش تعامل فيها المراه هذيك بالقدي معنا يشوف قديش مدام صغيرك متعلق بيها سكوري هي تتعامل معاها بالقدي بالقدي تعامل معاها بمحبة كبيرة هذيك عليش هو يحبها بالقدي خاطر صغيرة ويعرف شكون يحبو وشكون ما يحبوش وأنت تسمح لنفسك بيش تتصرف معاها بطريقة هذيك فالحقيقة ما توجع ما تقول أنت وزع ما تتصور الظهر موجودة برشا الحقيقة ما عنديش فكرة أن اللي وجعوني حاجتين العمر متاع الطفلة وطريقة التعامل متاع العائلة معاها فهمت موجودة برشا ولا ليه ما نعرش أما اللي نعرف اللي معنا نسبة الوعي عند العباد معنا سي بان فهمنا اللي رانا كيف ما فهم حتى حد خير من حد كنت النجم نكون أين في بلاستها في الظروف هذيك ما تعرش على الدنيا نهاريخ إن شاء الله كل حد ربي يكتبله الخير ما تعرش على الدنيا الدور وتنجم تكون أنت في بلاستها نهاريخر فهمنا اللي رانا البشر الكل متساوين ما فماش عليش أين لا بش نعملك بتعالي ولا بش نحقر منك ولا بش نخليك أين نقعد ونأكل في عقلي وأنتي تقعد ورايا نستحقش أين حاجة بش تجيب هيلي يقومش ولدي ما لحقيقة مش حلو مش حلو معناها أنه فهم المعاملة الإنسانية صحيح واحد يخدم في واحد ذكور والناس وبالناس من عرب ومن عجم بعض لبعض وإن لما يشعروا خدموا كما قال الشاعر الناس لكل دقل بعضنا لكن معناها هي حكاية معاملة الإنسانية معناها أنك تعاملوا كإنسان تعملوا كإنسان مش كإنسان من ولأ انتم خارج الدار طو تعاون فيكم في الدار انتم ما خارج الدار حتى في الدار حتى في الدار نعرف أنه فما ناس وما ناس سمعت عليهم أن يقول لك مثلا في رمضان الفضيل المعينة المنزلية اللي معاهم في الدار تأكل في الكوجين أو هما يكلوا في الطاولة ما تلمش معها. ما هي قيمة رمضان؟ ما هي قيمة الصيام؟ ما هي قيمة العبادة؟ وتلقى الطاولة اللي هما تبركلم يعني يأكلوا من خيريتها وكل طيبتها هي معنى بذرحها هي وبالتالي معنى هي مفهمة بالتبيعة هذا من عموش معنى انا نتصوروا اقلية انا نتصوروا اقلية بينما فما ناس نعرف اللي هي موش معام هي قبل مصدقة على ابناء البيت خطر يقول لك كلمة هدي كلمة الوالد عشت بها تقول لي انت يقولها ساعات اش بيك تعامل في فلانا معنى تعاملها احسن مني انا تقول لي انا انا امك وديك امها مش هناء ولي ذا معناها شوف الفناس ماذا ما استشعر معنى هي بعيدة على ماليها ولا ما عنداش ماليها ولا ما عادت ان ماليهم ميتين وكذا تقول لي انت امك انا حية انا امك موجودة معاك وهم امهم مش موجودة ولذا معناها ذا كمباب معامل الإنسانية هذا فكرني في مماثل مصري كبير من عائلة اريستقراطية نجيب بيك سليمان مماثل كبير برشا معناها ومعناها معروف برشا وكذا من عائلة اريستقراطية معناها جد وباشا معناها وكل وكانت عندهم معينة منزلية في القصر معناها بتتبيعة اكلية تجي صغيرة بالكل تتربع معهم وتعيش معهم دادا معناها هو مسافر في امريكيا ودادا توفيت دادا توفيت ودادا ما عنداش مالي معناها مقطوعة من سجرة كما اقول الله وعنبي ماليها الاصل في القرية من القرآن دادا مشاوة على ريحة كذا فعيشها كل عمر هي كلها معهم فلما توفيت قالوا محيط قالوا منحلو الطربة متاع العائلة باش ندفنوها فيها اي 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 ففا مشكو من العائلة قال ليه لانا باكيسيوان على خاطرها في الاصل ما هيش من العائلة اي 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 ديما ومعناها بمفهومة ذلك وشاي فقالوا باعتبار هو كبير البيت معناها وهو البيك باي معنا البيت متاحه وكشان فطلبوه طلبوه بتليفون علموك وشان قال شنية تدفنوها بجنب الوالتي هذيك عشيريتها في عمرها واختها وامنا احنا هي تشاركة امي في طرب فينا ولذي مش تحلولها التربة فقط انما تختاروا لها مكان تدفنوها بجنب الوالدة لان ما ذوكم اخوة لعلها زادة في الدنيا الاخرى يكونوا مع بعضهم كما عاشوا مع بعضهم في الحياة مع بعضهم نحبهم مع بعضهم فبالتالي معنا شوف الرقي في التعامل رقي في التعامل ريت كانت قال لي هذي ريت اسمع لها في المعلمة الاخبار شايعشته عائلة المحسن عائلة من السادة الاشراف ايام الجمع دينا وكل شيء هذي كانت تحكم وتصدوم كشاونا صغير وعبد الكل تقدرها وتخذوها 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 وكذا صحيحة عائلة السادي محمود سيدي وتساعد سادي مصفا سيدي خطر باعتبار انهم مشايخ وعلماء وكذا كما انه احنا عايتهم معنا بخلاف العائلة عايتهم سيدي لكن تحكم وتصدم وكذا وكي توفيت قالوا العائلة تدفن في تربتنا في الجلاز هما يعطي فلوس قط قط في تربة في الوسط في مكان مميز من تربة وحطو عليها ارخامة اسمها ببروكة في الاصل لكن حطو عليها وحنا العادتواها الذين يكولون عادتواوا هذه مبروكة دار محسن حطوها نسبها ليهم فيما لقبها ايجا معروف اما ما بروكة دار محسن لانا اعتبروها مبروكة عليهم واذا عنديهم من لي جاية بنتهم واختهم وكذا وتربت معهم وتربت معهم ونزوجت معهما هي كيفية هل تحتي لهم توافات فبالتالي والغدوة معناها دادا توافات من الثمانينات معناها تسعينات تقريبا تسعينات توافات مع ذلك تذكر عندهم بخير ويفكروا يترحموا عليها وكذا ورباء ولادهم اللي ما يعرفوهاش انه يمشيوا يزوروها يزمي بداوا بزيارتها هي في عشورة وفي غير ايام يزمي بداوا بزيارتها دادا درجة انها قريب تقدس معناها ولاد من العائلة وهي اكثر من لما وبالتالي معناها حين اني نتطور هذي بب المعاملة الانسانية معنا من المفروض يلا غالب مازال مازال فما بعض العائلات مازالت تقوم بالممارسات هذية اللي مشافي بيننا تقول انت تنسات وترضأل خطر هي نسبة وعي معها جزت تفهم اللي رانا كيف كيف ما فهم حتى 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 خير من حتى ذلك الظروف تحطت هي في الظروف هذيكا ما نزيدش انا نزيد عليها معناه انتي ربي خلقك في ظروف خير شوية ما تعفتش ولا في اللي اقل منك وتتعالى عليهم والكل ولذا معناها هي مجرد ملاحظة معناها ريناها وكهوة بالحق معناها ان شاء الله ان شاء الله الممارسات هذية تضمحل لانها الناس الناس كلهم معناها كيف فالفرق الوحيد هو المعاملة والاخلاق كيف تتعامل الناس كيف تكون اخلاقك هذيك والعمر زادة العمر زادة غايزتك في حكاية صغيرة اي كيفاش انتي اثناش واربعتاشن سنين تجيبها تقضي الدار وعليش كنت تحب منعرش كنت انتي معناها ربي اكرمك ومعناها عندك في سريك والكل دخلها تقرأ والله بالحق تعرف هذا كلمتك تفكرني في الله يرحمها لشريفة مسعدي احكيها لخاطر هذا يتقيد فيه سجل حسناتها مرتي محمود المسعدي الوزير الا شريفة وقتها كانت عندها طبيخة مرأة طيب تدارو كذي مرأة كبيرة معنى دانسعة طيب طبيخة وعندها جابولها نار من نار جابولها طفلانا مش تخملها كشوية وكشف هي عندها بنيتها يقرأ فالطبيخة ليحدتان لبنية مش تخمله شي تغبى في بيت لبنية معنى تقعد ولا تقس عليها تلقاها تبدأ هي لبنية قريشة عام ولا ثنين في بلادهم غدية تلقى لك تبدأ تهجي تبدأ تهجي سخفت سخافها تقول لها تقرأ تقول لها ايه تقول لها ملأ وقعد عشو وتمشي تزرب هي روحها تركب لفطول كشوية كما قلت تخمل هي ولا كان فما تلعيبها على الدار ولا حاجة حتى انهار لشريفة رجعت في غير وقت في غير الوقت فلقاها تطبخة اللي معنى كانت طبخة لقاها تخمل في الدار هي فتغشت وأزبدت وأرعدت والاشريفة كانت مفعيبة الله يرحمها وكفيني قويني قتلها تقرأ قتلها الاشريفة روحها سمحني يا روحها لبنية لقيتها اشتقرأ قتلها هي ما في بليش اللي تعرف تقرأ شوية اشتقرأ قتلها عايت طلها هي جهنية حتى قدامها شو تقرأ قتلها انا قريت كما قلوا عامين والحاجة انا قرأت لها قرأت لها شوية وكتبتها حتى عملت لك التاس دي نيفو اي لقاتها لطفلها لقاتها عندها نيفو بمعنى التاس دي نيفو تقول انتي متاعها زمانية مثلا وذكية او بلوس البنية بعثت لولدها قتلوا هذي انساها اي طوى خرجت من كلفتك شهريتك تجي شهريتها شهريتها معنى خدمتها تجيك وهذي خرجت من كلفتك هذي طوى في كلفتي وش كوني ناجم يقولي شايفة مسعدي لا دخلتها للمدرسة اي قرأتها اي لبنية اخذت البكالوريا اي داخلت الجامعة شفتها معنى خرجت استاذة وكملت حياتها مدير معهد شفت ستورة شفت كان كل واحد هكا والاشريفة كانت تتعملها كما تعمل ابنت ولا ولا فخورة بها بتبيعها خرجت من عدم من عدم ولا بالحق من ظروف معناها من ظروف ونحكيها لحكاية ذي خاطر ان شاء الله تكون متقيدة في سجل حسنات شريفة مسعدي ان شاء الله تكون متقيدة في سجل حسناتها وبرشة شريفة مسعدي خاطر تخصوناها شبيبليك وحاجة عشتها معناها اي سسير فما زاد عبيد داخرين ما همش معروفين اكيد فما برش عبيد ما شو معروفين قاعدين نعملوا كاية اكيد خاطر الخير ما تقطعش كيفاش انتي معناها تمشي بش تجيب معينة منزلية عنية فلعمر هذاك تقول اي اوكي توافق عالعمر هذاك توافق تصور بنتك نهار اخر بش ترضاها اللي ما ترضاهاش الروحك ما ترضاهاش الغير اللي نقبله انا شخصيا في الحكاية ذي انه ممكن معناها تكون بروفك الشخص ذاك ناخده نكفله مش نخدمه يقرأ وكما كان عندي صغار كما انا كما هو معناه يعاوني معايا يد بيد مش نخدمه ويقرأ تقرك التغشير عليك ولا الغشير كي الكفالة نكفله معناه نربح في ثوائب روفاما بارشة صغار كما اللي حكيتنا انتي عليها اما ماليدار مفقوش بها اللي هي قرأة ولا فيقو حاجة معناه ما تهمهمش معناه بخيتو يقول لك هي جاية مش تخدم على روحة تخدم على روحة على كل حال حب تحية للناس لكل اللي يتعاملوا معه الانسان كإنسان ما يتعاملوش معه شنو البوستنتي ولا الانسان قبل كل شاي معنى العلاقة الانسانية قبل كل شاي مش بشو الكويس والكويس الحق 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 انا نشهد بذلك صعيب شوية صعيب شوية همش نسمعك غنية طويقة مش تقول لي شكون الصوت الرجال اللي فيها نايز طرع سمعناها بسم الحب غنوا غنوا كلكم لجل بكرة غنوا وافتحوا قلبكم للورد للربيع للطفل للربيع غنية طمر يا حنة غنية حسا غنية ونوار يا خلية خلية زيت شوية حاب نسمع صوت النسائي خطفهم صوت نسائي أنا حشي بالصوت الرجالي بينقاصرين كنا نسمعوا فيه أما صوت النسائي ذولي مش تعرفوه وكان عاد ما عرفتوش عاد وقتها مشكلة كبيرة تم رحنا الأغنية باسم الحب هكا عنوان الأغنية الصوت النسائي شنوه الجيهان؟ وردة سيدة وردة الجزائري أنا منش نسألها صوت النسائي خطر ظاهر معناها عيث يا بابا يامي معناها صوت الفرحة معناها كما تعرفو سيدة وردة ظاهرة لكن شكون هي معناها تغني قالها غني يا تمري حنة فهي تمري حنة قاعدة تغني لكن شكون ذو الصوت الرجالي اللي غنى معاها ممثلة ممثلة مزيل عايش والله متلزني الكنت متلزنيش الكنت إن شاء الله يكون عايش نتمنى يكون عايش نحبه برشان على كل حال أنا كماثل مصري نحبه برشان هو ممثل وعمره ما كان مغني عمره ما كان مغني يظهر لي عندي اسم غنى مع السيدة وردة شكونوا اللي غنى في الغنية هذية باسم الحب في الغنية هذية وبابي طلب سيدة وردة ويغني معاها في الغنية هذية خليكم تفكروا في هال الاسم هذية إن شاء الله طلعوه كما قلنا سيدة وردة ظاهرة معنا ذي كان فيهاش عمي قطعني ويت لكن لكن الصوت الرجالي هو اللي أنا قاعد انفركس عليها جيهان كما تعفل في الوقت هذية يجي وقت الفيلم فيلم الصهرة هكا ولا لي بسام بالمفروض بسام لكن بسام كما قلت انتي حضرت جنابك قلت أنا سي بسام قاعد يرتاح قلنا له خانع ديول حدا ذا في الكالم في الكالم رائبين ما زينا مائزين مش جوج ما وإحنا وشاي دير دير ما لحلتش حاجة كيفاش أنا سليم ليه بتقاعد غاير هو من يتخلص إلا عليهسا قال صاحبي فينو مع ويدوش كما لقاش صاحب وها كما احنا احنا جينا مظلع العوجة هاي جاية هاني بيلك شي ما عاش ما عاش بك شي هاني تعاوض بس زعم بيلك شاط الله ما عالم توسلي من بعدش يقول لي معلك ولي حال يقول لي شنو أنا معنا المرة هذية بس ما اقترق خاطر ساعات كيغيب بس كيبدأ عنده ميسيون ولا حاجة عنده خدمة هو يقترح الفيلم تا الصهرة وانا نقوم كان بتقديم الفيلم هذية ما تكون الفكرة المرة هذية باعتبار انه يرتاح اليوم في الكالمة محبج حتى يقترح فيلم قل دبروز اموركم وليذي الفيلم نقترح عليكم اليوم هو وقتراحي الشخصي وان شاء الله ينال اعجابكم امك انا الفيلم هذية قاعدة صورة منه في ذكرتي صورة متاع طفلة ملابسة بالتونسي معنا بالبدوي معنا بالمليا متخلى وشعرها خروبي اي صمرة عينيها خضر اي عندها فصات هكا في دجنونتها نكتة في وجنتها وتقتل بالذي حاجة زوزو زيزة هاي خلطت هاي خلطت هاي ايجا ايجا مقابل ايجا الا هنا خلطت علينا مرحبا سبعة خير هنا شد زوزو صورة ايجا ايجا احنا توقفنا اذكرناك بخير معنا كان سمعتنا قالت قلنا 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 بس ما ارتاحنا منه اليوم مرتاحين منه ايوه وقلنا ان سليم سليم مليت خلق صاحبي وينو ما قلنا لورا مش جاي البد ما فماش ريحته اخي قالت لي قتلي قتلي باكش تجي هنا باكش فماش ما هاو 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 سليم ما ما انتردو كمليت مون قالو لك لو لين ما عاش تجي جم قالو هاكا قالو هاكا قروا وقراء انا في هذية نوالي نمشي بالاغلبية انا وقتا ما عاش دكتاثورية ما عاش دور عندي نشي بالديموقراطية مرحبا هنا يفضلك صباح النور وسرور للناس اللي تسمع فينا الكل صباح النور جيهان يفضل تحير معليك جمعتين الاخرين الحمد لله لباس حمد لله رجعنا ونفوق لباس ان شاء الله ديما لباس ديما نراكم بخير انا كما اسمعت نعاوض في بسان في الفقرة نتاعه متاع فيلم الصهرة من القتراح متاع فيلم الصهرة كما قلت الفيلم هذية مديته من الأرشيف التونسي قديم من الأرشيف التونسي الفيلم هذية كما قلت الصورة اللي قاعدت في بالي منه لحداث تتلخص في صورة صورة هالطفلة هذية الشميلة اللي عمرها ستة سبعة شمس ثنيت تقريبا والصمرة وعينها خضر شعر خروبي مففورة كفاير لابسة بالعب متخلى وتصيح صراخ تصرخ صرخة كبيرة والفيلم تسمى صراخ والصورة هذه قاعدت في بالي ما تتنحاش وقاعدت هذه الصورة سلوى محمد في عيني سيدة سلوى محمد الفنينة الكبيرة التونسية الكبيرة الممثلة الرائعة الحضور البديئة اللي صورتها في الستينات معناها دخلت الهوليود معناها وقترحوا عليها حتى أنها تمشي الغديكة مش تمثل تلمون كان جمالها أخاذ معناها وحضورها وكذا الغدوة معناها ربي فضالها وطاول عمرها في الخير كراها هذه الصورة اللي جيبين عيني معناها من راهش التخير من تخيل في الفيلم ذي صراخ اللي هو من إخراج عمر الخليفي الشيخ المخرجين وتأليف تأليفه سيناريوم تعوزها كيف كيف تمثيل كان فيه سيمحمد الدراجي سيدة سلوى محمد إلا أنيسة لطفي ربي فضالها زادة كيف كيف سيمخترح شيشة إلا جميل العرابي وكذلك الفنانة الكبيرة سيدة حاسيبة رشتي الفيلم هذية أنا يظل لي فيلم متميز عليش على خاطر الفيلم هذية يردنا هو قديم في الفترة نتاعه كان الفترة يرجع على عام 72 لكن يحكي على حاجة نجم تكون أعيد رجعت شوية في السنوات الأخيرة خاطر القصة نتاعه تحكي على طفلة تخوماتيزي وده خرجت من عقلها خطأ الصورة أنه مخترح شيشة يمثل شخص مسافر يتيح للمغرب في الدوار يدخل لك الدوار يسمح العيطة يغذر يلقى طفلة جميلة كما قلت في صفات وكذا هي مسكنة تصيح ودهرة تخوماتيزي فهيبهت يقول شبيها الطفلة هذية شعطاها مسكنة مشتونا فممها جدتها لحاسي برشدي تحكيله الحكاية وعليش كالتي تخوماتيزي وعليش خطر راعت في حياتها كيفاش أنها في قابلة في دينتهم بنية بنية اسمها سعدية حبة شخص وعائلتها ما حبوش يتزواجها وكل فهي حب وهي تعلقت برشا فقتلوها سعدية ما سعدية جيبو رب العيين وأكابر القرية القبيلة قروا أجمع على أن يقلوا أعنيين ومال أكابر جبت لهم العار العار على خاطر حبة شخص بالنسبة لهم وفي الأثناء التفل يخرج الإنسان في تكسير التقاليد العائلة يخرج في تظاهر في مسيرة التظاهر معلها فتت فينا الطفلة كانوا من ندوا كده كمباغازار فتت فينا هذه الطفلة الثانية معناها مش هي سلمة مش تقع في حب وليد فقير وهي من عائلة كبيرة فماليها مش يرفض بطبيعة ومي قتلوها جسديا لكن مش تكون لها برشة بشكل اللي مش تخليها فك الحالة التخاماتيزم الحالة هذي الفيلم بالحق يوجع تحس يوجع هو خيالي بمعنى مش مربوط بمكان ولا زمان حاجة كياني خيالية أما وقع 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 كيان عام 72 حبي هذن الخيالي فيها مش مرتبط بمكان حتى نتصور في أماكن معلوم مش يقصد في فلاسة هذيكا ولا مجتمع وقتها خطف عام 70 لم يكن كياني خرافة قديمة وحط لكن كما قلت بالحق في المصورات كما قلت وقيعية وقيعية صارت صارت وما زالت تصير وبالحق معناها الممثلين اللي فيه رغم اللي وقتها ما زالت تونس حديث تعهد بالتمثيل لكن الممثلين وخاصة كما قلت سيدة أميسة لطفية الله رب يبقيها كلفية ننتاحة وكذا سألوا محمد كيف كيف جمالها الأخات معناها بالحق جمالها أخات وإلا معناها سيدة حسيبة رشدي معناها قامت بارعة بتبيعة في مصر وإحنا نعرف إليها من أوائل في الأفلام المصرية وكذا معناها برات زادة المغنى كيفاش أن تحكي جدة وبتأثر وهي تحكي على شيء عشدته هي وكيفاش ظهور في حفيدتها حسينه معناها ما تبدل شيء من اللي كانت هي إلى وصلة لحفيدتها وظروف ما تبدل لحد شيء ومعناها بالحق في المحلو في المحلو صحيح ما نموك يشوف وطويق يظهر لهم تقنيات تحكي تحكي على التقنيات لكن بتبيع رو التقنيات وكل شيء سمحني ستور نقص عليك ما نصور اشتويك في وقتنا طوى وحدة تحب عائلتها يقتلوها لا يقتلوها ما يخلطوش ما يخلطوش لا لا ما يخلطوش أما ما زلت فما عائلات متشدّة ومحافظين ما يخلطوش ما يخلطوش البراني بين قوسين ما يخلطوش البراني ما يخلطوش واحد مش من مستوينة المينموم تعال عادات والتقالي اي اما رو كان يشدوا صحيح الصغار اه انتي والأولياء اي انتي والا كما قالت جيهن قبل لنا نحترم كلمها برشا قالت انتي والطربية مصغرة ولا اي فأنتي والبو واللم كيفاش ربيو وكيفاش علاقتهم بصغيرهم وكيفاش البو واللم زادا هوما قوتهم معناه عندهم وفهم أسعار يفلشيث معناه يشد صحيحهم بعداش تلقى هتلموا متعلق بأمو ولا متعلق بأمو يسلم يسلم محكمو الرب لاي اه معناه لكن يقعد تخاماتيزي بتاتغ عمره كامل اي بيانشور تقعد لو كين نكتة حاجة نقصتو طالكينا حاجة حبيتها وما حرموني منها اي معناه تنجم تكون تخاماتيزم مال العمر سي فغي انا عندي برشة عبيت تعرفهم اي اي والا عندي عبيت نعرفهم اللي لطو في العمر هذي يبدأ يحكي يقول لك انا حبيتني اخو المرأة الفلانية وامي محبتش بابا محبش عليها تقعد له تقعد له سبحان الله وساعات يبدأو زاد الوالدين عندهم الحق اي والله ساعات فما ساعات بعد مدة هو بيدو شخص هذيك هو بيدو المعني بالعمل يقول اي والله عندهم الحق بعد مدة اما حتى حتى كان يعرف اللي عندهم الحق تقعد بقي خطر اذيك عليش كل حد يجرب يتحمل مسؤوليته وليتحمل مسؤوليته سينوش تقعد له في قلبه اي تحمل مسؤوليته بالحاجة خطر بالحق معناها معناها هذي حياتي حيات الشخص ممكن ننصحك ممكن نعطيك صيحة نقول لك انا كولية نقول لك ليه راو هوا عليش ونقول لك زاد ال ليه مش على خطر ليه مش على خطر اي ساعات تلقى اسباب تيفها اما ليه هوا الاسباب راو كذا وكذا تنجم انت قادر على انك تتخطى هالعوائق مش تلقى عوائق مثلا تقادر مش تتخطىهم كين شدش صيح طفلة ولا طفل معناه هلي يجرب وعلى كل حال ان شاء الله ان شاء الله زينة للناس كله ان شاء الله لأي حد يحب على يحب على حد اي خريضه اي بلا اي يلي المرغوب يلي المرغوب بلا يلي المرغوب في كل شخص ذاك لكن لكن تعرف راوزادك لي ما نالش مرغوب وفهم ناس تتفتق فيهم قريحة الشعر ولا ويقول الشعر برشا مش شعراء اي اخي انا نتصور لو كان لو كان قيس مش هي خطف في ليلة اعطاه له من نهار كلولاني مش عمل لك الكلام الكلام قيس وليلة ولا رمي وشيخ طب جليد قالوا مبروك عليك ماو مايجيسة حتى شاي بس رب ما فميش القصة هذي هون هرتون تحت شباك شادل لها عود ويجران وشاسم المعاناة قول انت الفن يخرج ولعبه بلا بودا منهم انك في اي رولاسيان بانه اكيد اكيد قعدنا ان نختم باع الفقرة قبل الاخبار متاع ثمانية ونحن نرجع في ساعة ثانية بل نختم بعدها ديما بغنية من الافلام جيستو ما خطر تخيالك في الصورة هذي متاع لتحت شباك وياعس في لها فالقيت فما فيلم هو مش موجود معناها مش متوفر الفيلم هذا الفيلم اسمه ورد الغرام ورد الغرام بطول محمد فوزي وسيدة ليلة هاني موراد شنو مش موجود مش موجود الفيلم مش موجود متنين هو تصور اما تصور اي ضاع الفيلم ذا ورغم المش قديم واحد وخمسي انا مش قديم برشا تضايع الفيلم ذا لكن تقعد فما سيكنس موجودة اللي هي محمد فوزي يشبك بالمصري يحاول يطيح في شباكو يطيح في شباكو سيدة ليلة هاني موراد فيغنيلها لغنية ذا يشاغ لبالي مش يشاغ لبالي غنيل شوان يشاغ لبالي هو هذي الفيلم الفيلم ورد الغرام ليلة هاني موراد محمد فوزي القصة بعجالة هو انه واحد يخط ليلة بنت اكابر وكذا ويخطبع واحد من لكن هي ما ترفض ووالدة لأنه ماهوش يسمو عليها في حاجات خايبة معناها زير نساء وقمارج معناها حاجات خايبة وكل شي فرفضوه فهو حب ينتقم منها خرج إشاعات على أن البناء هذه معناها سيرتها مش حسنة وعمالها مش دونية وكذا وخرج حتى في جرائد الشيء فولدها بتبيع حات قدم نازلة قضائية وكذا فهو حب المحام انتاعه والاشكور المحيط انتاعه قالوا لازم نلقاو الضغمان هلو رجاء عنده قريبه طيار جاء اللي هو محمد فوزي قالوا حاول تستدرجها وهكي كنصورها في وضعية هكا مخلة مخلة وقتها معناها وكذا ومعنا تكون هكذا فحاول محمد فوزي أنه مارك الله ملا عائلة اي انه أنه يعملها معنا يستدرجها وكذا لكن لكن انقلب السحر على السحر وقع في غرامها وهو في غرامها ولا حقيقة يحبها بالحق معناها ولا هو يدير فعليها نسمع نختم الفقرة معنا الساعة الأولى بالأغنية هذه فيلم ورد الغرام